مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني أنا عامر وضيفي اليوم ضيف عزيز من المغرب الشقيق صار له بألمانيا تقريبا 18 سنة عنده من التجارب والمعارف والدراسات شيء الكبير هو شخص بيشتغل بمجال التربية درس هذا المجال كمان بمدينة ألمانيا وشتغل بهذا المجال كمان مع الدولة وعلى حسابه الخاص وأيضا بشكل تطوعي وعنده مشروع كمان كتير مميز وضريف يعني بيدعم فيه الجالية المغربية بالذات وبالأعم كمان العرب يعني وكل المتكلم باللغة العربية بدون كثير مقدمات أخي نبيل من إملي بن تي في أهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا على الدعوة وبرك الله فيك بشكرا كتير على هذه التفاة الطيبة شكرا كتير لألك يعني بالنهاية هذا هي المرة الثانية اللي بتشرفني وبتجي لعندي يعني نحن المرة الأولى عملنا البودكاست صوتيا وهلأ هاي المرة عم نعمله كمان صوتيا وسماعيا ومرئيا يعني فأنا بتشرف فيك بصراحة يعني وانت ما خيبتني وقتلك أنه أنا حابب أعمل كمان حلقة نزل على اليوتيوب فأنت كنت مستعد يعني فأنا بتشكرك دائما على على الاستعداد تبعك أنه ما عندك مشكلة يعني برك الله فيك بكل فرح عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية أنا بتخيل هذا الشيء بيجي كمان استعدادك أنك أنت تعمل هذا الشيء بيجي من خلال أنه حبك كمان لهذا الشيء يعني لهو مواقع التواصل الاجتماعي حبك لأعطاء القيم المضافة عن طريق اليوتيوب أو الانستغرام أو الفيسبوك أو ما إلا هنالك ولكن قبل ما نوصل لهذه الفقرة يعني أنا حابب يعني تخيل معي نحنا بحفل شواء وبيجي شخص بيسألك مين أنت فكيف بيعرف عن حال نبيل بصفته الاجتماعية بصفته العملية وشي اللي بيحبه نبيل كيساني شاب مغربي ابن مدينة فاس عمري الآن 38 سنة تقريبا جئت لألمانيا في 2003 بتأشيرة والفيزة الدراسة عيش بالمغرب 21 سنة بمدينة فاس من درست مدرسة من القاسم الأول إلى الباكالوريا درست سنات اقتصاد وبعد شفت أن الحضور أنك تعيش وعيش كويسة ولا أنك تكون تلقى عمل مناسب لدراستك قد نقوله بأوروبا الحضور أحسن وكانت حب كمان التعرف على ثقافات مختلفة على ثقافاتنا وعادتنا وأنا من صغري بحب أوروبا وبحب اللغات والثقافات والسياحة والآخر وهكا كان قراري القدوم إلى ألمانيا حيث ألمانيا من البلدان التي كانت تساهل الهجرة مقارنة مع بعض الدول التي كانت تصعب الهجرة ولا تكون طلبتها صعبة في النقاط والمستوى الدراسي العالي أنا كان مستوى الدراسي بالبكالورية لا بأس بمستحسن وحمد الله أنا كشخص إنشان عادي متواضع ابن الشعب كما أقول بقضي الوقت مع جميع الناس من جميع الطبقات أغنية وفقراء متقفين وغير متقفين حب المساعدة حب التعارف حب التناسق وحب العمل الشماعي كنت بحبه من الزمان وحمد الله الآن كما ذكرت موقع التواصل الشماعي عن طريقهم صارت التواصل والعمل الشماعي أسهل من قبل نعم وأنت كمان جديد بذكر أنك قبل طفلتين رائعات بطيرو العائل الله يخلي لك شكرا برك الله وفيك أخي نبيل يعني الملفت للنظر أنك أنت شخص بإمكانك كان أنك تلتفت فقط لموضوع العمل تبعك اللي هو ممكن يأخذ من وقتك الوقت الكامل اللي هو باليوجند أمت وكب باعتبار أنك دارس هذا المجال ولكن أنت اخترت أنك مو بس تشتغل بهذا المجال على أرض الواقع أوفلاين خلينا نقول وإنما كمان أولاين أولاين نعم فاللي حاب أعرفه منك أخي نبيل كيف بلشت بهذا المجال وشو اللي حببك أنك تدخل وتدرس تربية أنا قدمت لألمانيا ببكالوريا أدبي ببكالوريا أدبي صعب أنك تدرس شعبة علمية إذن كان أول حاجة أدرس بجامعات هنغيش 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 ديوسلدوف إنيفرسيت علم اللغات وما حبيت علم اللغات لأنه في كتير تيغورية في كتير ما فيها تجربة في كتير دراسة على الورق ولكن قررت تغيير إلى مجال سوسيال بيداغوجي وسوسيال عباد حيث هو مجال عميق أنا ما كنت أتصور هذا المجال كم حلو حيث فيه تعمل بأي مجال أنت تتصور الشركات مع الشرطة مع المحكمة مع السجن مع الأردنغ مع أي حاجة تعمل مع اليوغند وأنا الحمد لله بالمدارس عملت كمان بديس بورغ هذه المدينة عملت في 2011 بميداغيش بهاوبتشولة عملت بغونتشولة بمدارس مختلفة إذن مجال متنوع وهذا اللي جعلني أنني اخترت هذا المجال وحمد لله توفقت بنهاية الدراسة بجامعة مينشن غلادباق 2011 والآن تقريبا عندي عشر سنين تجربة إذن عشر سنين عملتها بمختلف المجالات والآن الحمد لله كما ذكرت دخلت السوش الميديا حق السوش الميديا نقدم كل A&M تعمل بدون مقابل تقريبا اللي حلو فيه فيه راحة نفسانية كبيرة بتعرف على ناس جديدين بتكون عندك شراكات بتكون عندك زيارات بتكون سافر هي تستفيد بطرقة غير مختلفة ولكن تكون عندك تحس داخليا مرتاح تشوف الناس كم هما سعيد من أنك تعطيهم تجربتك ثم فيه ناس كثير ما عندهم ولا إنسان يعطيهم نصائح فيه ناس يكتم النصائح فيه ناس ما يكتم النصائح فيه ناس لي ما أكتب النصائح أي حاجة بعرفة مباشرة بلد أعطيها الآخر يستفيد منها تريفة كمان من مصر من جزائر من المغرب من دول خالية جولة من سوريا ولا من هنا أوروبا وحمد لله وندريت إن شاء الله نطور بهذا المجال ونصير إن شاء الله أحسن وأحسن بتمنالك طبعا كل التوفيق يعني وأنا بشوف أنك أنت من الأشخاص اللي كتير هيك نشيطين يعني دائما أنت من الناس اللي بنتما بيقولوا بالألماني وأنت فيكس يعني دائما عالطريق من القيم المضافة وتقدر تعطيها للناس اللي عم يتابعوك واللي حابين يعرفوا كمان أشياء جديدة عن ألمانيا أو كيف الواحد ممكن يدرس بألمانيا كيف يقدر يتعلم ممكن يعيش بألمانيا وما إلى هناك لأنه أنت كمان من الأشخاص اللي بتساعد الناس بحيث أنه يوصلوا لألمانيا حتى من بلاد مختلفة ولكن قبل ما نوصل لهذا المجال الشي اللي بدي أعرفه منك نبيل شو أضاف لك عملك كتوتيال آبا يعني كشخص بيشتغل بمجال التربية ومجال التصقيف للأطفال أو للكبار ما أنت أنت كنت تشغل مع السجون مع المدارس مع المرفقات العامة وا 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 وتعرضت لك كتير من المواقف وشفت كتير أشياء وحالات مختلفة يعني إن كان من آباء أو من أولاد أو 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 نعم فشو بيقول نبيل على هاي التجربة أو يعني شو الشي اللي ضاف لك هذا المجال العامل كسوسيال بيداغوج أو سوسيال آبايت هو تقريب نفس نفس الاتجاه أعطاني الفرصة أنني أجرب مجالات مختلفة حسن صعب أنك تدخل لهذا المجال العميق وتقول بحالة بتقول أنا أنا بدأ بهذا المجال وزعم وأخذ واحد نوع من الشغل وأبقى معها مدى الحياة لا لازم أنا كنت أريد أجرب جميع أشكال تقريبا أشكال المهمة هو العمل الشتاتسيونيري يقول هل فهو قد نقول ضيور ولا ديار رعاية للشباب ليس طفحة الشباب كانوا تقريبا شباب أغلبية ولا الأمبولان يقول هل فهي أنك بتتجول بسيارتك من مدرسة لمحكمة حت تكون بتتجول مع الناس وتزورهم بمكانهم وكانت المدرسة إذا أنا شفت شو هو المجال اللي حت فيه مجالات قد نقول مدرع للصحة تتعب كتير نفسانية مش جسماني احنا نتكلم ونكتب نعم ما نعمل بالبعضالات ولكن في كتير مجال بتتعب ولكن الآن أنا حاولت مع السنوات أشوف شنو أحسن مجال اللي أنا أقل فيه رحتي وبحبه ويكون قليل أتعب يكون جيل المنزل تكون مرتاح نفسانية ما تقول أنا نتعبان ولا شي والحمد لله لقيت المزج بين السوشال ميديا كما قلت أوفلاين أونلاين أنا أنا الآن بعمل ببرويكت للوزارة مينيستريوم في وزارة خاصة بالأجانب والاندماج اسموه ديموكراتي في خمس سنين نفس الشي بنعمل بالإنستغرام بنعمل لتوعية الشباب ومحاربة التزمت الديني والتزمت العنصري وأشياء ونعمل بريفنسيون زي ما بننصح بالسوشال ميديا إذا لقيت أنا كثير بعمل بالإنترنت وكمان بالوفلاين ستريت وورك إذن هذا هو أحسن مجال أنا حبيته من الأول والآن مرتاح فيه نفسانيا والعمال الأخرى يمكن في بعض أشخاص يمكن يحبوه أنا ما حبيته حالما بلتعمل بالمدرسة متعب كثير تعرف قسم فيه أربعين طفل وأنا أنا مش معلم أنا بساعد المعلم حيث المعلم وضفته بتلقينا الدرس أنا بتلقينا التربية والأخلاق والسلوك وأنا كنت بشوف التلاميذ اللي أخلاقهم سيئة بعمل معهم نقاشات لمساعدتهم لتحسين السلوك والأسلوب التعامل مع المعلمين والاحترام والاندماج إذن هذا كان كثير حتى تحكي مع عشر أشخاص نفس الوقت والآن فيه نقوله الشباب طلعين مش مثل قبل كثير بتخيل كمان هنا يعني الشباب أنت متفضل أو الطلاب المدارس اللي بأعمار العشرة 11 12 13 14 15 سنة يعني بسن المراهقة بوباتيت أنه هنا المشكلة اللي عميواجه هو أنه كمان هي بتخيل مواقع التواصل الاجتماعي يعني أنت بتعرف أكيد بيفوتوا على مواقع التواصل الاجتماعي بيروحوا بيشوفوا مغني الراب المعين خلينا نقول كابتال برا أو اللازي منه بيشوفوا شو عم يغني وكيف عم يغني يعني والطريقة اللي عم يحكي فيها وشو لابس وقديش حق ما لابسه وماله فبتتغير بمخيلتهم صورة الحقيقية للحياة يعني هذا الشخص قديش عم يقدر يصرف مصاري من ماله و بسبب الغنى يعني وهن عم يشوفوه هذا كمثال لقلهم يعني كفوبلد تمام فالتحديات اللي عم تصير مع مثلا شخص مثلك اللي هو السوتيال البيداغوج اللي عم يحاول يفقه الأولاد ويقلهم انه هذا هذا الشي موجود ولكن مو مضبوط ضرورة انه كلكم انتو تكونوا مغنيين راب كرمالا حتى تقدروا تعملوا شي بهذه الحياة فانت لهذا السبب أخي نبيل يعني غيرت اتجاهك وقلت انه أنا ما ليحابب تكمل بهذا الاتجاه أنا حابب تفوت بغير مجال ولا يعني انت كمان لفتت نظري لموضوع انه انت قلت انه هذا الشي متعب هذا الشي مرهق وخاصة انت وقت تشوف موضوع مثلا عائلة الأب عم يضرب بنته أو البنت أو الأم عم تضرب ولاده أو 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 وهي يعني الشغلات يعني كتير صعبة فانت لهيك حبيت بعد عن هذا المجال وتفوت بمجال تاني أنا ما كنت أريد أنا نزعم حتى إلى أي واحد فكر ميت لقل هذي المجال المتعبة في المستقبل ما يصبح شخص واحد يساعد هذو الناس هذو الناس المحساجين المساعدين لكن أنا جربت أعطيت نقوله أعطيت جهد كبير حتى تقريبا بمجال الاشطاة السونية غير يكون هلفة عملت أربع سنين بالمدرسة يمكن سنتين إذن ولكن المدى طويلة صعب حتى أنا يمكن كمان شخص أكتف ولكن سلوكي هذا شوية وكنت رقيت رحتي بالسوشل ميديا يمكن أنا قلت السوشل ميديا ليش حتى ألقى رحتي وأكون العطاء مضاعف يكون العطاء مضاعف للنسبة الكبيرة اللي بيتابعوني ونسبة الكبيرة اللي أنا بأطر فيها بمواقع التوصيل الشمائي حتى كنت أريد أمزج والآن الحمد لله بهذا الدبال اللي لدينا سنة 2020 صارت كتير أربعي تكيب عمو مشغالين يحبوا حتى يكون عندك هذا اللقاء المقابلة فوشل ونسبة متحكي على السوشل ميديا يقولوا حتى الآن صارت كما الوزراء الألمان يحكوا عليها مثل الف دي بي ولا شي في أحزاب يأكدوا على كما يصار بالكمبيوتر وبالتليفون كله صار ديجيتال إذن هذا أنا عندي قوة في الديجيتال إذن حبيت أشوف عمل اللي يكون فيه ديجيتال أعمل شوية أونلاين مثل هوم أوفيس وأعمل شوية مش عمل كله بالمدرسة يصير متعب الإنسان الآن مع تقدم السن يتجول بالأشكال وأنواع العمل وفي الآخر يشوف العمل اللي يكون مريح اللي قد يبقى فيه مدة طويلة وإعطاء أكثر نعم نعم ويعني بالنهاية مثل ما أنت تفضلت وقلت أنت عم تقدر تعطي القيمة المضافة حتى لو ما كان العمل على أرض الواقع وإنما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فاتدمج بينات هدون الشغلتين وإنت يعني ما شاء الله يعني موجود بأكتر من مشروع على أرض الواقع مثل ما تفضلت وقلت أنه فيه مشروع اللي من الوزارة ومن وزارة الاندماج اللي وانتو شغالين عليه اللي مدته خمسة سنين اللي بتساعدوا فيه اللاجئين الجدود على الاندماج وكمان بنفس الوقت المشروع تبع الستريت ووك هلف اللي بمدينة دوسلدوف أنت مسكان مدينة دوسلدوف وانت من الناس الفاعلين وبتخيل بالماروكانيشي كوميونيتي يعني الجالية المغربية بمدينة دوسلدوف تعرف نبيل مباشرة واتلاحظ يقول نبيل يعني شو شي اللي أضف لك يا خلينا نقول خلينا نفوت ونحكي بموضوع الستريت ووك هلف الشي اللي انتو عم تعملوه على بالشوارع يعني شو هذا المشروع وشو شي اللي عم تعمل بالضبط هذا الستريت ووك هو نفس الشي اللي حكيتي هو مشروع الديموكاتي اللي بالمشروع الوزارة هذا هو العمل اللي بعمله الآن أنا نقوله تايت سايت هي بعمل أربع ساعات حيث نفس الشي بدأت أعمالت أربع ساعات باليوم لأخلي وقت آخر للراحة ولأفكار وأشياء أخرى وللصحة ولنفس الشيء بشكو عندك أفكار جديدة هذا المشروع هو يعني لأنك أنت بتيعمل بالإنترنت كما وغلنا بالسوشل ميديا ونعمل بالوردشوب بنروح لمدارس لجمعيات ونعمل بودكاست نفس الشيء بنعزم شخصيات مهمة بنعملها مع بودكاست الأسبوع القادم عندنا بودكاست مع السياسي الكبيرة وعدنا ووركشوب بمدارس بيوكند سنتخم كمان هذه مهمة يوكند سنتخم يكون في شباب كتير وعدنا تجول بالشارع بالملابس العمل زعمها ونفس الشيء تكون حيث المواضيع اللي بنحكي فيها تكون هي من الوزارة أهم المواضيع العنصرية محاربة التطرف من الإنسان نحن بنعيش ببلد أوروبي مو هو بلد إسلامي لازم الإسلام مسلمين يتعيشوا مع الغير مسلمين ويكونوا تعيش واحترام وإنسان ما يكون متطرف ويفكر أنه هي أديل آخر إنسان يخلي الحرية الدينية أي شخص وإنسان هذا تقريبا من الأشياء اللي بتخلينا نعمل كمان ديالوجز عمان نعمل تواصل بين الشعب حيث سعب الآن الاندماج سعب بألمانيا واخرنا نشوف عدد كبير من الأجانب ولكن ما في الأجانب يكونوا مع الأجانب الألمان مع ألمان نحن كان هدفنا أن الأجانب يكونوا مع ألمان مثل أصدقاء وتكون كتير لقاءات وهذا هدفنا تقريبا تقارب الشعوب تقارب الديانات احترام محاربة العنصرية محاربة التطرف ونحكي مع الشباب بالشارع والحمد لله بيحكوا معنا ونصحهم ونعطوهم فلاير ونعزمهم كمان على الشاي تمام هلأ أنا بدي أفوت بموضوع اللي أنت تفضلت عليه وقلته اللي هو كتير بتخيل أن الموضوع مهم جدا اللي هو موضوع العنصرية وموضوع تقارب الأفكار من حضارتين من ديانتين من عقليتين مختلفتين يعني نبيل إنت شلون بتشوف شو هو الحل كرمال اللي اللي حاطة حجاب وماشي بالطريق ما تحس حالة مضطهضة من الناس وبنفس الوقت وقت أي حدا ألماني ماشي بيشارع المغاربة أو بيشارع العرب حلقلينا نقول بألمانيا بأي مدينة بألمانيا أو بدوسلدوف ديسبوق أو اللذي منه ما يحس حاله غريب عن بلده شو برأيك هو يعني الحل يعني باعتبار أنك أنت شخص عنده الخبرة بهذا المجال زيما سؤالك لك زيما شخص رايح بحية عربي زيما كيف يحس برأسه؟ يعني مثلا شخص ألماني خلينا نقول على سبيل المثال ديفيد ولا ماك ولا ولا ماشي بشارع العرب ولكن هو يعني تكون ماشي بشارع العرب لحيقول أنا بألمانيا ولا ببلده عربي فاهمت شو أصدي وفي نفس الوقت الصبية اللي اسمها راما ديمة يمان ولا اللازي منه ماشي بالحجاب تبعها وخايفة أنه يكون خايفة يواجهها موقف عنصري هو أقول أن الإعلام يلعب وحد دور سلبي كتير لخلق هذه المشاكل نعم أنا ديوسبورغ عاش عاش أربع سنين 2008 2012 نفس الشي بروح للماركسل وباشوف الأتراك وحدهم بقول ليش هذا ألمانيا ما باشوف ألمانيا طرح أسئلة لقيت أن الضيور مخربة وما في شرطة كتير ومثل الدولة سمحت بهذه الأحياء ما بدلت مجهود بحل لبن تعمل مشارع اللي تخلي الألمان ولا يمكن تعمل السلامة أكتر ولا تعمل ما عارف ممكن سمحوا فيه وممكن كمان أنا كنت عملت كتير انتربيوهات عملت مرة مع ZF انتربيو بدوس للضرف وحكيت هات الجملة قلت لهم ليش أنتم بتعملوا بدوس للضرف اليوم العالمي لليابان يابانطاك ما تعملوا اليوم العالمي للعرب نعم ولا اليوم العالمي للأتراك نعم طريقتكم بتحببوا مجموعة على مجموعة حاولوا تدمجوا مسلمين كتير بأشياء تصير اسم مسلم اسم حلو ولا اسم مغربي ولا اسم عرافي هات الشي يخوف الناس بيشوفوا بعض الجرائد ولا بعض الهدف بتحكي تركز على السلبيات المسلمين وتركز على أنا ليش عملت عمليبن تيفي عملتها لعرق أنا يوتيوب الآن صارت محبوبة عن العالم واليوتيوب الناس تلقى عنده تلفاز ولكن يدخل على يوتيوب مباشرة ما يدخل على إداعة تلفازية حيث اليوتيوب صارت هي المستقبل إذن بعمل خصيصا مع المغاربة حيث المغاربة بديت معهم المستقبل بعمم على العرب والكلان مغاربة حيث هم مضلومين من الإعلام نعم 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 مئة بالمئة مئة بالمئة يحكي عليهم فقط السلبيات وأنا عندي واحد الإكسبريمنت واحد المشروع عملت أخذت تجربة ألقيت أن 80% من المنشورات سلبية عملت واحد الإكسبريمنت واحد جوجل سيرش جوجل بيجيب لي هو الأخبار لي أنا لقيت تقريبا بننجح بروفيسور أطباء السرطان مغربي ببيرلين بننجح يعزموه على أمريكا والآن لدينا واتساب جروبة بنكبر وسط جروبة كبيرة بننسق في هذه الأعمال والآن ما يحكو عليه هو يحكو عليه بالجرائد ولكن مش بالتلفاز لأنه بننجح أطباء السرطان بألمانيا كلها ويروح على أمريكا ولكن ما يحكو عليه غدرات هذا بدون أوراق هذا سي هذا ضرب هذا جرح وهذا هو سمب أنني عملت لتركيزي على الناجحين باش نحكي أن هذا كلام جميل جدا ونفس الشي نطبقه على التوانسة مش المغربة فقط ونفس الشي لازم يعمله التوانسة والجزائريين والعراقيين بصراحة بصراحة ولكن أخي نبيل كلامك سليم 100% لأنه يعني باحتكاكي مع الألمان بصراحة وقت يكونوا بدون يضربوا مع الأسف الشديد طبعا بدون يضربوا مسأل لشخص سيء من العرب يقولوا يعني شفتني مغربي ولا بتخيل أنه أنت بتعرف هذا الكلام يعني بنفسك تماما هدون الأفكار أو الأحكام المسبقة يعني والصورة النمطية أنه المغوكانة كلهم يعني تماما وهذا الشي اللي أنت عم تعمله تماما بالضد بحيث يعني اللي بيفتح أنا بعزمكم يعني طبعا حيكون بقلب الصندوق الوصف ما يكون القناة اليوتيوب تبع الأخ نبيل يعني والأعمال اللي بيعملها يعني بصراحة اللي بيشوف الفيديوهات اللي بيعملها والضيوف اللي أنت عزمتهم يعني إن كان من دكاترة أو سياسيين أو حتى مطاعم أيضا ولكن كمان السيدة اللي بالجيش يعني تخدم بالجيش وكاتبة كمان وكتابها كان يعني وإش دين دويتشلند اسمه الكتاب إذا بتحبوا تقرؤوه يعني أنا أخدم بألمانيا ولكن لازم تكون اللغة الألمانية كمان جيدة كمان الواحد يقدر يقرؤه كتاب ملهم يعني بصراحة وهدون الأشياء يعني وهدون الناس مثل ما أنت تفضلت أنت عم تحاولت تسلط الضوء عليهم وأنا بتمنى لك بصراحة أنه تقدر توصل لهذه المرحلة لأن العالم عن جدد تقدر تشوف هذا الشي اللي أنت عم تقدر يعني بديت هذه ثلاثة أشهر بالحق لازمي شوية تصبر يمكن بس سنتين تسلق قناة أكبر ويمكن طريقة العمل أحسن وإن شاء الله كما قلت شوي شوي إن شاء الله كما قلت سلط الضوء عليها دون الناس